تحية طيبة لكم مشاهدين إنما كنتم أحييكم من البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حلقة اليوم سيكون نقاشنا نسائي بامتياز سنتساءل عن وضع المرأة في الدول العربية يعني تحديات التي تواجهها في ولوسق العمل وفي تبوء مكانات ريادية سواء متعلق الأمر بالقطاع الخاص أو بالقطاع الحكومي إذن نتساءل في حلقة اليوم عن أهم التحديات التي تواجه المرأة في الدول العربية من المحيط إلى الخليج وللحديث عن هذا الموضوع عن الإشكاليات المترطبة إذن عن هذا الموضوع يساعدني أن أصدف نساء ورجال هدفهم واحد هو الدفاع عن المرأة العربية أينما كانت وخاصة في الدول العربية وأرحب بمعالي الوزيرة السيدة ريم أبو حسان أهلا ومرحبا بك سمو الأميرة أميرة الطويل أهلا ومرحبا بك السيد عماد بن موسى والسيد خالد الخضير أهلا ومرحبا بكم جميعا أبدأ معك معالي الوزيرة إذن الحديث سيكون خلال هذا النقاش كما أشرت إليه عن وضعية المرأة في الدول العربية خاصة في القطاعين العام والخاصة فيما يتعلق بالمملكة الأردنية الهاشمية ما هو موقع المرأة الآن في المؤسسات خاصة المؤسسات الحكومية بما أنك تمثلين الوزارة شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أولا برحب بجميع المشاركين في الأردن أهلا وسهلا فيكم في الواقع فيما يتعلق بوضع المرأة أنا بحب دائما أبلش بالسياق القانوني السياق القانوني سواء كنا نتحدث على المستوى الدولي أو نتحدث على المستوى الوطني في الأردن فإن حق المرأة موجود سواء بالاتفاقيات التي وقعت عليها الأردن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وملظمة العمل الدولية أو إذا كنا نتحدث عن الدستور الأردني والذي ضمن حق العمل للجميع رجالا ونساء وحتى الأطفال فوق سن 16 فحق العمل إذن موجود وأيضا موضوع تكافؤ الفرص وتولي المناسب العامة منصوص عليها صراحة في الدستور لكن هذا النص القانوني أو السياق القانوني لا يعني بالضرورة أنه يترجم بحذفيره على أرض الواقع نسبة المشاركة للمرأة في الأردن المشاركة الاقتصادية تبلغ 14% وهي نعترف أنها يمكن من أقل النسب المشاركة الاقتصادية في العالم هناك عديد من التحديات التي يمكن والتي تؤدي إلى انخفاض نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية منها يمكن بالأساس هو السياق الثقافي أو المعتقدات الثقافية أيضا بحب أشير إلى أن هناك دور للمرأة الأردنية في كافة مجالات الحياة سواء كنا نتحدث عن السلطة التنفيذية يمكن في الوزارة الحكومة الحالية هناك امرأة واحدة من 18 لكن في الواقع عندنا عدد من النساء الموجودات في الدوائر والمؤسسات الحكومية أيضا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية في عندنا 19 سيدة في البرلمان في مجلس النواب من 150 وأيضا عدد يفوق الظلم السبعة من الأعيان في مجلس الأعيان الذي هو الآن 50 في السلطة القضائية لدينا نسبة النساء فيها حوالي 10% نحن نتطلع إلى زيادة عدد النساء لأن وجود امرأة واحدة وزيرة لا يعني أن المشاركة الاقتصادية للمرأة سترتفع ما يهمنا أكثر أن يكون وجود المرأة في مواقع صنع القرار وخاصة فيما يتعلق بما يسمى بالإدارة المتوسطة لأنه عندئذ من يكون قادرين على أن المرأة تكون موجودة في سلم وظيفة يمكنها من الوصول إلى مواقع صنع القرار وأيضا في تغيير المنهجية أو الفكر أو نظرة نمطية التي يمكن للمجتمع أن ينظر إلى المرأة وإلى عملها نعم هذا إذن فيما يتعلق بوضع المرأة خاصة في الدوائر الحكومية كما أشرت إلى ذلك مع لي الوزير يعني مشاركة ربما محتشمة في القطاع الاقتصادي سنرى مع سمو الأميرة أميرة الطويل في المملكة العربية السعودية إذن أنت رائدة شابة في المملكة العربية السعودية صاحبة شركة الوقت المختصة في اكتشاف المواهب في العالم العربي مديرة كذلك مرضمة تسامية الخيرية لاكتشاف ودعم وتطوير المجموعة التطووية وعضو مجلس إدارة سلاتيك وهي مبادرة الشيخة موزة لخلق الوظائف في العالم العربي إذن أنت على طلاع كبير وشامل بوضع المرأة في العالم العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية سمعت لما قالته مع علي الوزيرة فيما يتعلق بالأردن ماذا عن المملكة العربية السعودية؟ هل تحسن وضع المرأة بناحية ولوج إلى المناصب العلية سواء تعلق الأمر بالقطاع الحكومي أو كذلك بالقطاع الخاص بما أنك تديرين الشركة خاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا المرأة في السعودية وضعها فعلا تطور بالذات آخر سنتين سواء من القرارات السياسية التي وضعتها في مراكز صنع القرار ولكن أيضا في المجال الاقتصادي لكن لا زال عندنا تحدي بحيث أن نسبة البطالة في السعودية 12% 85% منهم نساء فهم يمثلون الأغلبية التحدي هذا طبعا وزارة العمل وضعت الكثير من البرامج فوق 12 برنامج لتطوير وتفعيل دور المرأة في نطاق العمل فعلا ساعدت بحيث السنة اللي فاتت تم توظيف أكثر من 160 ألف امرأة سعودية في 2012 لكن لا زال عندنا التحدي الأكبر وهو أكثر من نص القوانين وضعها هو المفاهيم التي موجودة عندنا فعندنا في المجتمع السعودي تحفظ وعندنا مجتمعنا يتميز بالخصوصية فصعبة جدا أنك تغير هذه المفاهيم وتطورها لدعم عمل المرأة فهذا يأخذ وقت ولكن نحن نشوفها يصير من التكنولوجيا من الإنترنت من الإعلام من الدراسة في الخارج فمجتمعنا ينفتح ويدعم المرأة أكثر لكن فعلا هذه التحديات تأخذ وقت كثير من الرجال المتحفظين يقول لك أن المرأة لا نريدها تعمل نريد أن نحافظ على كرامتها نريد أن نصونها أنت لا تصونها ولا تحافظ على كرامتها بأنها لا تعمل وأنك تجبرها على عدم العمل بالعكس في كثير عندنا برامج عمل عن بعد في عندنا العمل في بيئة نسائية تامة ففي أكثر من خيار إذا أرادت المرأة أن تعمل فالسبب الرئيسي لعدم عمل المرأة عندنا ليس هو الخوف على المرأة بل الخوف من المرأة الخوف من استقلاليتها الخوف من اعتمادها على نفسها لأن المرأة أقوى من الرجل هذا شيء فعلي في العالمين لأنها تعتبر مينوريتي ودائما تلاقي الجهة المستضعفة هي الجهة التي تحاول تثبت نفسها أكثر فبالنسبة لي ليس على كل إمرأة أن تعمل ولكن على المرأة التي تريد أن تعمل أن تعمل هذا شيء أساسي عندنا نعم إذن الرسالة واضحة المرأة باتت تنافس بشكل كبير الرجل في المملكة العربية السعودية ونبقى دائما في المملكة العربية السعودية مع الأستاذ خالد الخدير المدافع الشرس عن المرأة وعن حقوق المرأة خاصة في المملكة العربية السعودية حصل على ثلاث ديبلومات عليا من كندا أسست شركة كلوورد المختصة كذلك في إيجاد فرص عمل للنساء أقول للنساء في المملكة العربية السعودية كيف ترى الوضع الآن في المملكة العربية السعودية من ناحية توظيف النساء هل هناك إقبال؟ هل سوق العمل الآن؟ هل تغيرت العقلية بشكل كبير في المملكة العربية السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا أعطيكم قصة قصتي أنا أول ما ابتدأت حياتي العملية في المملكة فأول ما رجعت من كندا بعد دراستي البكالوريوس وتخرجي في ثلاث شهادات من الموارد البشرية والتسويق والتجارة توقعت أن أحصل فرصة تعمل بكل بساطة ولكن تفاجأت أنه ما في وظائف إلا إذا كان عندي معارف في الشركات وهذا كانت شيء أثر علي شخصيا أني أحصل وظيفتي من خلال معرفة أو من خلال يعني من خلال الواسطة الواسطة الفيتامين واو نسمي عندها والحمد لله أخذت وظيفتي واشتغلت فيها ولكن بعد ثلاث سنوات أختي تخرجت من كندا أيضا وأول ما وصلت الرياض قلت لها أنا عندي وظيفة لك ستشتغلي معنا إن شاء الله خلال الأسبوع الجاي قالت لي أنا عندي كرامة أكثر منك أن يخلي أحد يدور لي وظيفة فالمسكينة جلست حوالي سبعة شهور أنها تحاول تحصل وظيفة طبعا في عندنا العواق السياقة كانت تأخذ السواق يأخذه إلى المقر الشركة وما كان يدخلوها للشركة لأنه عندنا نظام السيجرغيشن أو المكاتب المنفصلة فحدها كان عند السيكوريتي كانت تحط السيرة الذاتية عند السيكوريتي وما توصل للموارد البشرية فمنها أنا بدأت أبغى أعرف إيش المشاكل الموجودة عندنا إذا أنا كشاب في السعودية صعب عليني حصل وظيفة كيف تكون للمرأة للأسف قبل سنتين أو ثلاث سنوات ما كان عندنا أي دراسة أو أي إحصائيات في المملكة عن عمل المرأة أو عن الشباب أو التوظيف أو نسبة البطالة وإلى ذلك وزارة العمل بدأت بمبادرة وبقرار ملكي برنامج اسمه حافز حافز هذا عبارة عن راتب شهري للباحثات والباحثين عن العمل طبعا بالنسبة لأول ما ابتدأ حافز توقعت أن الحكومة رمت فلوس على المشكلة الموجودة عندنا ولكن في قصة وراء الموضوع هذا بحيث أن الوزارة عملت البرنامج هذا للحصائيات الآن عندنا داتابيس حصائيات عن المرأة والشباب في السعودية مليون وستمائة ألف عاطل وعاطل عن العمل بين عشرين وخمسة وثلاثين سنة أربعين في المئة منهم باتشلر ديجريز ومنهم متخرجين وعندهم درسين دراسات عليا فمنها وزارة الأمل الآن قامت بتشريع قوانين جديدة مثل عمل المرأة في قطاع التجزئة وهذا سوف يخلق حوالي أربعمائة ألف وظيفة خلال ثلاث سنوات المقبلة معالي الوزير أيضا أسس مجلس توجيهي لعمل المرأة في وزارة العمل بالتشارك مع القطاع الخاص وأسس الآن على وشك إطلاق دليل عمل المرأة في القطاع الخاص بحيث أنه يسهل على الشركات إيجاد فرص تساند عمل المرأة في القطاع وأيضا في القوانين الجديدة التي أتت الآن عن عمل المرأة فيها أن الشركات تجبر أنها توظف حوالي نسبة معينة من السيدات أو أنه لازم يكون القطاع بالكامل نسائي فقطاع التجزئة الآن الفرونت أوفيس بالتمام سيدات ومن التجزئة طبعا بدأت في المحلات المستلزمات النسائية وتفرعت إلى محلات المكياج وخلال الثلاث أشهر الجاية محلات العبايات والأكسسوارات وفي دراسة الآن لمحلات المجوهرات أن يدخلوا في المجال هذه ومش بس وظائف فرونت أوفيس وأيضا في وظائف قيادية وهذه كلها طبعا مشوار قطعتها وزارة العمل بالتشارك مع القطاع الخاص ومع شركات التوظيف ولكن سيد خيدي عفونا على المقاطعة هل تعتقد أن القوانين التي سنت الآن والتي هي قيد الإنجاز في المملكة العربية السعودية قادرة على الدفع بالمرأة إلى تبوء مكانة ولو كانت صغيرة داخل المؤسسات أم يجب تغيير العقليات قبل سن القوانين صحيح طبعا تغيير العقليات هذا شيء واجب علينا وشيء ضروري على عمل المرأة في القطاع الخاص لأن المرأة بعد ما تتخرج عندك تفكيرها أنها تريد تشتغل في مجال التعليم أو في الحكومة فالآن في القطاع الخاص الوزارة قاعدة تحاول أن تخليها بيئة محفزة للمرأة السعودية فكانت أول كانت تحسب المرأة السعودية كاثنين في نسبة السعودة فإذا أنا شركة وظف سعودية تحسب في اثنين وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة يحسبوهم كأربعة في نسبة السعودة الآن إيش اللي قاعد يصير إحنا أنا أتوقع المشاكل اللي موجودة في المملكة عندنا كلها من التعليم تؤسست كلها من التعليم لأنه إحنا نتربى في المملكة وأيضا يمكن في دول العربية المختلفة 22 سنة من حياتنا كمدراء طول المدة هذه مدراء على السواقين وعلى الشغالة اللي موجودة في المنزل ونتوقع أنه راح نكون مدراء أول ما نتوظف فالأكسبيكتيشنز عالية جدا وهذه الفجوة بين التعليم وال... نعم سنعود ربما للحديث عن هذه الفجوة بين النظم التعليمية في الوطن العربي وبين مدى تطابقها مع متطلبات وسوق الشغل وكذلك عن المبادرات التي يقوم بها سؤون تعلق الأمر بالقطاع الخاص أم بالقطاع العمومي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ولكن قبل ذلك أتوجه إلى السيد عماد بن موسى الذي يأتينا من إمارة دبي من أصل مغربي مدير عام شركة كوكاكولا للشرق الأوسط مشوار 14 السنة في إدارة وتسيير المقاولات بدأت مشوارك المهني في مجال التسويق في إحدى أكبر الشركات العالمية في المغرب الآن أنت تشغل منصب المدير العام لشركة كوكاكولا في الشرق الأوسط يعني برأيك ما هو الفرق بين وضعية المرأة في شمال إفريقيا في دول المغرب العربي وبين التحديات التي تواجهها المرأة في الشرق الأوسط وبشكل خاص في الدول الخارجية أعتقد أن وضع المرأة في شرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحسن فالمرأة تغير وضع الراهن وتطالب بالمساواة وهناك مطالبة بتمكين المرأة ليس فقط اقتصاديا بل أيضا سياسيا واجتماعيا وأعتقد أن هذا مهم هناك حقيقة لا يمكن إنكارها أن تكلفة المعيشة ترتفع وهذا يضع ضغطا أكبر على الأسر لزيادة إراداتها إذن لا يكفي راتب شخص واحد في العائلة لتلبيط متطلبات العائلة وبالتالي فإن دور المرأة في الأسرة سيرتفع وسيدغط على المجتمع وهذا أمر شهدناه في الغرب قبل 30 أو 40 عاما أعتقد أن التحسيل العلمي في شرق الأوسط وتشمال أفريقيا هو في تحسن فنحن نشهد عددا أكبر من النساء يدخلنا سوق العمل ولكن نسبة المرأة في قوة العمل كما ذكر من قبل معالي الوزيرة هو منخفض جدا وأعتقد أن المعدل في شرق الأوسط والأفريقيا هو حوالي 20% وهو قد يرتفع قليلا في المغرب أو تونس وتركيا ولكنه أيضا مرتفعا جدا في أندونيسيا وهي بلد مسلم آخر في آسيا وهو 28% أعتقد أن تقرير الفجول في نوع الاجتماعي الذي صدر قبل سنتين من المنتدى الاقتصاد العالمي يشير إلى أن معدل التعليم بين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أعلى من الرجال كذلك رأينا بعض التحركات التقدمية الشيخ محمد بن راشد النائب الرئيس وحاكم دبي اتخذ قرارا بأن يجعل من الإلزامي للمرأة أن يتم تمثيلها في مجالس إدارة الهيئات الحكومية المحلية في دبي وفي الإمارات هناك نقطة إضافية وقد ذكرها خالد على ما أعتقد هي أن الالتحاق في الكليات من قبل المرأة تحسن كثيرا خلال العشرين عاما الماضية وهناك إحصاء مهم يبين أن الأمر لا يرتبط بالضرورة في تنمية اقتصادية للبلد فإن الالتحاق في الجامعة في الصين والولايات المتحدة ونفسه حوالي 70% ولكن هذا يعني أن هناك الكثير من المواهب التي تدفقوا إلى سوق العمل وهذا يعطي فرصة لأن تنضم إلى المواهب في سوق العمل كما ترون هناك تنوع رائع في هذه المرفقة هناك عشرات الألاف من النساء السعوديات المواهبات سيكون موجودات متوفرات للسوق ويعود الأمر لنا كقطاع خاص وللحكومات لأن نستفيد من هذه الفرصة سيد عماد بن موسى بهذا نأتي إلى ختام هذا الجزء الأول من النقاش شكرا جزيلا لك سيد عماد بن موسى سمو الأميرة معالي الوزير السيد خالد شكرا لكم مشاهدين على متابعة هذا الجزء الأول من النقاش نقاش نسائي بامتياز يأتيكم من البحر الميز حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتوقف للحظات ثم إذن نتابع هذا النقاش في الجزء الثاني سنتوقف ربما لثلاثين ثانية لمتابعة هذا النقاش في الجزء الثاني لمدة خمس وعشرين دقيقة وبعدها سأعطيكم الكلمة لطرح ربما الأسئلة أو لإبداء ملاحظات حولها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أينما كنتم مهلا بكم إلى هذا الجزء الثاني من النقاش حول وضعية المرأة في العالم العربي ظروفها وواقعها والتحديات التي تواجهها في الولوج إلى سوق العمل وإلى المناصب العلية في المؤسسات الحكومية إذن نواصل هذا النقاش سمو الأميرة أميرة الطويل إذن كما أشرنا إلى ذلك في بداية هذا النقاش أنت على دراي وعلى الطلاع شامل بوضع المرأة في المملكة العربية السعودية ولكن يعني كقطع خاص ما هي الحلول والمبادرات التي تقوم بها المرأة نفسها داخل المملكة العربية السعودية من أجل الرقي في المرأة داخل القطاع خاصة القطاع الاقتصادي المرأة السعودية يعني بشكل عام هي مرأة قيادية طبيعتها نلاقيها طبعا دائما مهتمة في العمل عندنا نساء في مجال الأعمال بشكل كبير أيضا في مجال إدارة الأموال في المجال التعليمي في القطاع الحكومي القطاع الصحي تلاقي المرأة في كل القطاعات والآن حتى توغلت في القطاع القانوني والسياسي ففي تطورات كبيرة من ناحية المرأة السعودية ولكن احنا المشكلة مثل وعقب على كلام الأخ خالد أن التعليم ما لقى سوق العمل فنلاقي أغلب الباحثات عن العمل 70% يبغون يعملون في قطاع التعليمي و40% يرغبون العمل في القطاع الحكومي والمدني فقط 6% يريدون أن نعم في القطاع المعلومات وتكنولوجيا و10% فقط في القطاع المالي وإحنا كدولة سعودية اعتمادنا غير النفط هو المعلومات والتكنولوجيا والأموال فللأسف عندنا النظام التعليمي لازم يدرس ريادة الأعمال فيه لازم يتعلموا عن كل قطاع إيش هي سلبياته وإيجابياته إحنا كمملكة عربية السعودية إيش هي احتياجاتنا كدولة أين توجد الوظائف الجيدة من هنا يصير فيه توجيه للطلاب والطالبات الباحثين عن العمل في أن تكون توقعاتهم مناسبة لسوق العمل فأنا أشوف هذه هي تعتبر عندنا المفارقة الكبيرة الموجودة لكن المرأة هي عاملة ومبادرة الحكومة طرحت حلول ولكن مثل ما قلت ما أتوقع فقط في السعودية في العالم العربي ككل عندنا المفاهيم أن الرجل هو الذي يعمل وهو الذي يجلب المال للبيت والمرأة هي التي تهتم بالأطفال وتهتم بالبيت إذا إحنا كنا نريد أن نطالب بالمساواة الحقيقية فعلى المرأة أن تساهم وأن تبني المجتمع مثلها مثل الرجل إذا كنا فعلا نريد المساواة الحقيقية مثلنا مثل المجتمعات الغربية ليس فقط في أن تكون تهتم بالبيت والأطفال ولكن أيضا في أن تبني مجتمعها تبني دولتها تساهم فيه فهذا شيء أساسي عندنا أن مفاهيمنا تتغير أن نتقبل المرأة العاملة وندعمه نعم إذن حسب رأيك السبب الرئيس يعود إلى الخلل بين النظمة التعليمية وبين سوق الشغل من الجانب الحكومي ولكن أنتم كقطع خاص ما هي المبادرات التي تقومون بها من أجل الدفاع عن المرأة ومن أجل ربما تغيير هذه الصورة الرجالية إن صح التعبير عن المرأة في السودية كلمة بسيطة بالإنجليزي بالعربي أن نكون موجودين نحن موجودين ندير شركاتنا ندير أموالنا بنفسنا نحن لسنا اتكاليين وجودنا شيء ضروري لا نعتمد على غيرنا المرأة السعودية موجودة وبقوة وبإذن الله ستستمر وتتبوأ مناصب أقوى إن شاء الله نعم ولكن هل تعتقدين أن سن القوانين والقرارات الحكومية لوحده قادر على تغيير هذه الصورة النمطية عن المرأة سواء تعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية أو باقي الدول العربية أين هو المجتمع المدني والمنظمات المدنية من كل هذا؟ وكل شيء يبدأ بالقوانين يعني سواء المفاهيم تغيرت أم لم تتغير إلا ما يكون هناك قوانين تدعم وتحمل المرأة فلن تتغير المفاهيم فالقوانين هي أساس كل شيء وإحنا نشوف قاعدة تتغير خصوصا بعد الربيع العربي في كل المنطقة العربية قاعدة تطرح قوانين جديدة لكن الأهم من هذا كله الانفتاح اللي قاعد يصير في العالم الانفتاح الاقتصادي والمعرفي ووجود المرأة وقوتها فالمرأة العربية هي قوية وهي موجودة لكن يجب علينا أحنا كمجتمع أن ندعمها أكثر ليس فقط في التمويل ليس فقط في القوانين ولكن أيضا بتقبلها اجتماعيا تقبل دورها في العمل نعم إذن هذا ربما من بين الصعوبات التي تواجه الدفاع عن المرأة في المملكة العربية السعودية معالي الوزيرة ريمة أبو حسان أشرت إلى موضوع على قدر كبير من الأهمية قبل قليل عندما تحدثت عن هذه المشاركة المحتشمة للمرأة في القطاع الاقتصادي في المملكة الأردنية ولكن حتى في القطاع الحكومي ستعلق الأمر بالمملكة الأردنية أو باقي الدول العربية وجود المرأة داخل الدوائر الحكومية يعني محتشم بشكل كبير مثلا في المغرب وزيرة واحدة في تونس وزيرتين يعني ما هي المعيقات والمشاكل التي تواجهكم الآن كسيدة على رأس وزارة في المملكة الأردنية من أجل يعني إيجاد مبادرات وإيجاد حلول وتطبيقها على أرض الواقع شكرا يا سيدي أنا أولا بحب أعقب على اللي تحدثت في سمو الأميرة وهو موضوع عدم الموائم بين التعليم وسوق العمل هذا أمر تحدي بواجه بأعتقد كل الدول العربية وبالتالي ما بدي أخود فيه لكن فيما يتعلق بالأردن ونحن نتحدث عن نسبة تعليم كاملة للمرأة وبالتالي هذا لا يعد تحدي لكن ما أود أن أشير إليه واللي تحدثت فيه أيضا سمو الأميرة موضوع القوانين القوانين أساسية لكن لا يكفي النص القانوني بمعنى حتى لو تحدث النص القانوني عن حق المرأة في العمل هناك قضايا أخرى لها علاقة بعمل المرأة منها مثلا موضوع وهون في القطاع الخاص الدور اللي قامت في الدولة في الأردن في وضع نظام صندوق تأمين الأمومة لأن المرأة في الوقت الحاضر هي مساهمة في دخل الأسرة ودخلها ليس مكمل وإنما دخل أساسي للأسرة وبالتالي على الدولة التزام في مساعدة المرأة في الحصول على إجازة أمومة حتى لا تكون عائقا وسببا للتمييز ضدها في اختيارها للعمل أيضا فيما يتعلق بموضوع الحضنات أو رعاية الأطفال النص القانوني موجود لكن بحاجة لآليات والآن الأردن تعمل على إنشاء حضنات في القطاع العام قبل حتى القطاع الخاص حتى يتسنى للمرأة مساعدتها في موضوع تربية الأطفال لأن موضوع المرأة تعمل وهي متزوجة هذا أمر واقع لا يمكن تغييره المهم هو كيف نجد آليات تساعدها على أن تقوم بعملها كأم وأيضا بعملها كمواطن منتج الموضوع الثالث حق العمل موجود لكن هناك فجوة في الأجور فجوة في الأجر عن عمل ذو طبيعة متساوية وهذا أيضا تم الاتفاة إلوه في الأردن وتم مثلا عمل دراسة تبين في أن المرأة تحتاج إلى أن تعمل 64 يوم إضافة حتى تحصل على نفس الأجر عن عمل نفسه فبالتالي هذا موضوع لا بد من معالجته أولا بالقانون ومن ثم بالآليات وأخيرا أنا بحب أتحدث فيما يتعلق بالسياسات التحرش في مكان العمل التحرش في مكان العمل الهراسمنت هذا موضوع مهم قد يقول البعض أنه سبب التحرش هو دخول المرأة إلى سوق العمل وهذا أيضا بغض النظر عن هذه المقولة لكن هذا أمر موجود لا بد أن يتم التصدي إلوه سواء كنا نتحدث عن العقوبات قانون العمل أو حتى الأنظمة داخل المؤسسات والشركات أيضا فيما يتعلق بالتحديات موضوع حق المرأة داخل الأسرة في قوانين الأسرة هذا إلوه تأثير مباشر على قدرة المرأة على العمل وإلى وصولها إلى مناسب صلع القرار فإذا كنا نريد أن تكون المرأة منتجة وتصل إلى مواقع قيادية لا بد أن نضمن أيضا حقوقها داخل الأسرة بمعنى إذا كنا نتحدث حتى عن حقها في الإرث وهو حق موجود في القرآن ومسلم بيه لكن أيضا هناك تنازل كبير وإجبار للمرأة على التنازل عن حقها في الإرث فأيضا الدولة في الأردن تدخلت حتى في مجال التخارج بحيث أن المرأة لا تتنازل عن ملكيتها في الأرض التي ورثتها عن أبوها أو عن غيره بنتيجة التخجيل الاجتماعي الذي يتم إذا منلاحظ أن نسبة النساء اللي بملكوا أراضي في الأردن لا تتعدل أربعة بالمئة فإحنا بهمنا أنه يرتفع عدد النساء اللي بمالكات أراضي لسبب أنه في كثير من الأحيان الملكية الأرض هي وسيلة للحصول على قرد وكفالة للحصول على الاستثمارات بس بحب أنا أذكر أنه إحنا عندما نتحدث عن المرأة أيضا نتحدث عن دوي الاحتياجات الخاصة لا يكفي أن نتحدث عن المرأة اللي نعتبرها متكاملة وقدرة على العمل لا بد أيضا عندما ننظر إلى وجود المرأة أن ننظر إلى أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة وكيف يمكن تفعيل دور المرأة سواء المعاقة أو غيرها في سوق العمل معالي الوزيرة الدول العربية عاشت ما يسمى بالربيع العربي وما زالت بعض الدول تعيش على وقع هذا الربيع برأيك إلى أي حد ربما ساهمت هذه الانتفادات هذا الحراك إن صحة التعبير في الرقي بمستوى المرأة وفي الدفاع عن حقوقها بشكل عام هل برأيك تغيرت العقليات هل تمكنت الدول العربية في هذا الحراك من إعطاء مزيد من الحقوق للمرأة أم تدهورت هذه الوضعية هنا لا أتحدث بتحديد عن المملكة الأردنية ولكن بشكل عام عن الدول العربية أنا أعتقد أن الربيع العربي هو سلاح ذو حدين فيما يتعلق بالمرأة من ناحية دور المرأة باعتبارها مواطن وجزء من الشعب وأهمية مشاركة الشعبية في تقيقات صنع القرار وفي موضوع تداول السلطة أمر جدا مهم لكن أيضا ومن هنا في حكي عن أهمية الشفافية والعدالة الاجتماعية لكن من ناحية أخرى فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة بالذات فما نشهده الآن هو دعوات للتراجع عن مكتسبات حققتها المرأة على مدى السنين الماضية وأصبح الآن في حديث لدى العديد من الحركات النسائية كيف نحافظ على ما تم اكتسابه وليس كيف نتقدم إلى الأمام وأنا بعتقد هذا بشكل مشكلة لأنه موضوع مشاركة المرأة في سوق العمل أو في المجال السياسي أو غيره التغيير حاصل وهذا التغيير يمكن نتيجته أسباب اقتصادية لكن إذا صار في تقوقع الحركة النسائية من ناحية الحفاظ على المكتسبات وليس التطوير والبناء على ما هو موجود فعند إذن لا يمكن أن نكون قد حققنا ما نصب إليه سيد عماد بن موسى استمعت إلى ما قالته معالي الوزيرة ريمة أبو حسان وسمو الأميرة فيما يتعلق بوضعية النساء هذه المبادرات والعرقيل التي تواجهها أنت كمدير عام لشركة من أكبر شركات في العالم هناك أكيد مبادرات للدفع بالمرأة للدفاع عن حقوقها للمساواة بين المرأة والرجل داخل العمل ما هي أهم الصعوبات التي تواجهكم في هذه المبادرات خاصة في الشرق الأوسط أعتقد أن الشركات الكبرى والقطاع الخاص بشكل عام لديه دور رائد عليها أن يلعبه نحن جميعا كشركات كبرى يجب أن نعطي أن القدوة لدينا رؤية طموحة جدا في شركة كوكولا بمضاعفة أعمالنا ومن بين الأولويات تطوير وتحسين وضع المرأة القيادي أن هذه الرؤية عشرين على عشرين هي تشكل قناعة أساسية في دور المرأة في تشكيل الاقتصاد العالمي لدينا مبادرة عالمية أطلقناها قبل خمس سنوات وأريد أن أطلعكم على بعض لحظة أحقائق أن أربعين بالمئة من القوات العمل في العالم هي من النساء وهي في تزايد وأن خمسين بالمئة من السكان الأرض هم هنا من النساء وهذا يعني خمسين بالمئة من مستهلكين كل منتج للأسر يدخل إلى الأسرة إن كان في الأغذية أو المشروبات أو الرعاية البنزلية أو التجميل يتم شرؤه من قبل إمرأة أو يتأثر بشكل كبير من المرأة فإن 70% من المنتجات الأسرية تتأثر بالمرأة وهذا مهم جداً بالنسبة لنا إذن نستنتج أن المصار السليم أخلاقياً واجتماعياً واقتصادياً علينا أن نصل إلى هؤلاء المستهلكين وأيضاً علينا أن نستفيد من جملة المواهب المتاحة لديهم أما العنصر الآخر فهو مبادرة المدرع عامية للمرأة وفي هذه المبادرة شكلنا مجلساً مكوناً من 17 إمرأة من الجهاز التنفيذي في الشركة وهنا يتشاركنا في قناعات الشركة ورئيسها وكانت وظيفتهم إعطاء توصيات لتحسين وضع المرأة في الموقع القيادية وهذا يعني التركيز على التعيين والاحتفاظ بالموظفين وأن هذا يشكل تحدياً كبيراً وخصوصاً فيما يتعلق في تعيين النساء وأيضاً التطور والتقدم لا يمكن أن نحتفظ بالمواهب الجيدة إلا إذا كان هناك مسارة مهنياً واضحاً يؤدي إلى موقع قيادي أريد أن أطلعكم على بعض المعلومات في شركتنا نحن ندير ما نقيسه وبالتالي فإن القياس مهم أن تمثيل المرأة ارتفع من 28% إلى 34% عالمياً خلال السنوات الخمسة الماضية والآن أن 46% من قوة العمل التي ستصل إلى الأعلى من النساء وإذن هناك تقارب في عملية المساواة تمثيل المرأة في برامج الرئيسية للتقييم ارتفع من 21% في 2007 إلى 49% في العام الماضي إذن امرأة من كل واحد من أثنين هم من المرأة وفيما يتعلق بما يفعله السيد خدير في سعودية التعيين الخارجي للوظائف الخارجية ارتفع من 13% في 2007 إلى 41% في العام الماضي إذن ضعفنا التعيين الخارجي للمرأة بثلاثة أضعاف في شركة كوكاكولا في الشتاء انحاء العالم هذا ما نفعله داخليا لتحسين وجود المرأة في الموقع القيادية أريد أن أطلعكم على مشروع مهم وهو أحد أكثر المشاريع تموحا وقد تكون قد سمعتم به واسمه خمسة ضرب عشرين لقد وضعنا التزاما علنيا في تمكين خمس ملايين امرأة مع حلول العام 2020 وهذا هدف كبير جدا حددناه لأنفسنا وبالتالي نحن نريد أن أمكنها المرأة في الأعمال الصغيرة حول سلسلة العرض التابعة لشركتنا هناك عقبات اجتماعية واقتصادية أعتقد أن العقبات القانونية يمكن كسرها والتغلب عليها ولكن العقبات والحواجز الاجتماعية هي العقبات الأكبر التي أراها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقبات مثل مهارات التجارية والقبول الاجتماعي وبرامج القيادة أو القدرة على القيادة والوصول إلى التمويل أحيانا لا نقدر هذه المشكلة قدرة حقها إني أعتقد أننا لو نظرنا إلى هذا البرنامج حققنا إنجازا كبيرا في الهند والفليبين وغيرها وسنتسع لتشمل المكسيك والصين ونيجيريا وكينيا ومصر ومع نهاية هذا العام نتوقع أن نكون قد مكننا 300 ألف امرأة ما زال الطريق طويلا ولكن أعتقد أن نجازناه كبير والتحدي الأكبر في أن نمكن هؤلاء النساء علينا أن نحقق التوازن السليم أي أن علينا أن نطور البرامج الصحيحة التي لها الأثر الصحيح على المجتمع ولديها منطق تجاري بأن الشركة أيضا تحقق العائد من هذا البرنامج لأن النظام البيئي هذا يجب أن يكون مستداما وعليها أن يكون شكل قيمة داخل سلسلة القيمة هذه بالنسبة لهذه المنطقة هناك شركة نعتز بها وقد وقعت شركة كوكاكولا اتفاقية في عام 2011 مع مؤسسة الأمم المتحدة للمرأة بموازنة أربع ملايين دولار لتمكين عدد النساء في البرازيل وجنوب أفريقيا ومصر مثلا سنمكن المرأة للعمل في توزيع منتجاتنا في قطاع التجزئة وسنمكنهن لإيجاد حلول مالية وتدريبهم على مهارات قيادية في البرازيل نعمل مع المزارعات ثلاثة عشر ألف امرأة تعملنا في الزراعة وفي إعادة تدوير ومؤخرا في مصر أربع تلاف وخمسمائة امرأة سيتم تمكينهن في مراكز التوزيع والأكشاك إذا شاهدتم الأكشاك في مصر فهذه نتيجة مبادرتنا مع البرازيل بما أن الكوكاكولا وصفة سرية يبدو كذلك أن لديكم وصفة سرية وسحرية للدفاع عن المرأة بهذه المبادرات سيد خالد الخضير سمعت إلى المداخلات برأيك كيف ترى المستقبل بما أنك مرة أخرى مدافع شرس عن المرأة وعن حقوقها لديك تجربة كبيرة في المملكة العربية السعودية كيف ترى المستقبل هل أنت متفائل؟ هل ترى أن السياسات الحكومية أن المجتمع المدني قادر خلال السنوات القليلة المقبلة على ضمان مكانة جيدة للمرأة خاصة في المجتمعات العربية؟ طبعا أنا أتمنى وأشوف أن المستقبل مشرف لعمل المرأة خاصة في المملكة القوانين التفاعل من القطاع الخاص من الرجال الآن الرجال اللي هم اللي صاروا اللي يتفعوا عن عمل المرأة فإن نشوفه في المستقبل أتوقع وأتكلم أنا عن المملكة هتكون مثل البنشمارك للبلدان الأخرى لعمل المرأة خاصة في المبادرات اللي جلسة تقوم فيها الحكومة والقطاع الخاص واستثمار الآن في المرأة في التعليم وفي التدريب والتهيئة إلى سوق العمل خلال الفترة الوجيزة هذه البسيطة الماضية ستبني مستقبل واعد إن شاء الله ومنها يعطيكم مثال بسيط نحن عندنا الآن حوالي 15 جامعة توظف أو تدرس سيدات في المملكة الجامعات هذه ما كانت عندها برامج تدريب منتهي للعمل أو الكو-وب أو الانترنشيب بروغرامز السنة هذه الماضية فقط حوالي 80% من الجامعات أبتدوا برامج تدريب وتأهيل ومفروضة على البنات في الجامعات وهذا شيء ناقصنا كان أول والبنات عملنا الدراسة قبل شهر إن 96% من البنات في الجامعات يبغوا يشتغلوا قبل ما يدخلوا سوق العمل فالمستقبل واعد بإذن الله وأتمنى وإن شاء الله ستسمعوا أخبار جيدة عن المملكة بإذن الله من خصوص عمل المرأة في سوق العمل وشرفني أن يكون حي في هذا الوقت لأشوف أختي وأخواتنا جميعا في سوق العمل بإذن الله وهذا ما نتمنى معني الوزير ريم أبو حسن ربما تبقى ثلاث دقائق على ختام هذا النقاش وهذه الحلقة في دقيقة من فضلك ما هي الرسالة التي يمكن توجيهها الآن إلى المرأة العربية في ظل هذه الظروف السياسية وكذلك الاقتصادية التي تعيشها المنطقة يمكن بحب أذكر أنه سمو الأميرة تحدثت أن المرأة السعودية قوية أنا بعتقد أن المرأة قوية مش بس بعلمها وبثقافتها وإنما أيضا بالأسلوب الإدارة والقيادة التي تتمتع به المرأة بشكل خاص القدرة على الاستماع لكافة الأطراف القدرة على العمل بروح فريق واحد هي أمور أيضا بحتاجها عالم الأعمال وبالتالي هذه المواصفات أو الميزات الموجودة لدى المرأة القدرة على الإنصات وعلى الرعاية وأيضا على موضوع العطاء وأيضا فيما يتعلق بموضوع الشفافية هي أمور وميزات بحتاجها عالم الأعمال وبالتالي أرى أن على المرأة العربية أن تصمد الحقوق والمكتسبات التي تم الحصول عليها لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف التنازل عنها وأن يتم نحن معا لأن المرأة تدعم المرأة وأيضا لا يمكن أن ننسى أن الرجل أيضا داعم للمرأة فالعمل بروح الفريق الواحد هي ستمكن المرأة من اجتياز هذه الأزمة التي نمور بها نعم وخير مثال عن ذلك الأساد خالد والأساد عماد مدافعان عن حقوق المرأة وعن المرأة سمو الأميرة أميرة أطويل في دقيقة من فضلك الرسالة التي يمكن توجيهها الآن إلى المرأة العربية بما أنك تديرين مؤسسة تعمل على اكتشاف هذه المواهب وعلى دفعها وعلى الرقيبها أنا طبعا لا أزيد على كلام معا الوزيع غطت جميع النقاط لكن اللي نحتاجه فعلا في المنطقة العربية هي منظمات تنسيقية في جهود كبيرة في القطاع الخاص جهود في القطاع الحكومي وفي القطاع المدني لكن لا توجد هناك منظمات تنسق الجهود فيما بينهم أتوقع صلتك تعتبر مثال جيد لأنها صلتك هي تعمل على إنشاء شركات بين القطاع المدني الخاص والحكومي لدعم المرأة استطاعت خلال سنتين فقط من العمل من دعم 25 ألف منشأة صغيرة متوسطة من الوصول إلى 100 ألف شاب وشابة في المنطقة العربية وأيضا أعلنت مبادرة جميلة كيفا إذا تعرفوا كيفا هو موقع إلكتروني للقروض الصغيرة سووا كيفا عرب يوث لدعم الشباب والشابات في المنطقة بحيث يكون هناك داتابيس نظم معلومات تجمع جميع الشباب والشابات لديهم مبادرات لدعمهم فنحتاج العديد من هذه المبادرات وخلال سنة واحدة استطاعت كيفا أن تأخذ قروض من 50 ألف شخص لدعم 2000 مشروع فإذا توفرت لدينا هذه المنظمات بإذن الله سنجد هذه الجهود فعلا تنمو بشكل سريع جدا الرسالة واضحة شكرا جزيلا لك سمو الأميرة أميرة طويل معالي الوزيرة ريمة أبو حسن شكرا جزيلا لك سيد خارد الخذير سيد عماد بن موسى شكرا جزيلا لكم على هذا النقاش النسائي بانتياز وشكرا لكم مشاهدين على متابعة هذا النقاش أتاكم من البحر الميت هنا في المملكة الأردنية الهاشمية حيث يؤقد المنتدى الاقتصادي العالمي لشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم بألف خير شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 ومنذ عامين كنت اعمل في احدى شركات المحامية وكان هناك احد الشخص المتدربين الذي يعيش في دبي وكانت سيدة هذه السيدة كانت تدرس القانون في المملكة المتحدة وجاء احد الاشخاص وقال لها وقبل ان تتخرج من جامعتها قدم لها جدول لتولي المهن ولذلك استطاعت هنا ان تحصل على وظيفة ولكنها قالت لي انه في عام 2011 كان هناك احد الاصدقاء الذي يريد ان ينتهي من درستها وبعد ذلك ان ينطلق لسوق العمل ولكن بعد ذلك كانت هناك مشكلة تتعلقه بالدراسة وبالتوظيف ولذلك طلبت من اسرتها ان تذهب وان تدرس القانون في الخارج ولكن من بين المسائل الهمة كانت مسألة التشريعات وهي من الامور المثيرة للاهتمام ولكن علينا ان نؤكد على مسألة اثارة البعد بالنسبة للمرأة قد يكون هناك الكثير من الفرص التي تتاح للمرأة ولكن يجب ان يكون هناك تمكينا للمرأة ومن ثم اود هنا ان استمع اليكم في كيفية تقوين المرأة وتعريفها بالقرص المتاح لها سؤالين اخرين سباح الخير اسمي كاثرين وأعمل في منطقة الشرق الأوسط لقد استمعت بانصات الى مبادرة الامارات العربية المتحدة والخصة بتعيين نسبة معينة من السيدات وأود أن أسأل السيدة المتحدثين هل ترون أن هذا يعتبر أمرا ممكنا في السعودية وفي الأردن وفي غيرها من بلدان الشرق الأوسط وذلك بالنسبة للسيدة التي تحدثت قبل ذلك ينبغي أن يكون هناك أجرا متكافئا في كافة الحالة بين المرأة وفي بعض القطاعات تصل إلى حوالي صفر بالمئة المقصود حتى المجتمعات المنفتحة إذا صح التعبير واللي فيها المرأة ممكن تعمل بالعديد من المجالات بغض النظر عن المستوى الوظيفي أو كنسبة تشغيل إلا أنه هناك بعض القطاعات لسه في عليها تحفظ وهذا نحن كعرب طبعا ندرك بمعنى بعض القطاعات مثل المقاولات التعهدات المواصلات قطاع الأمن وخلافه تكاد تصل في نسبة توظيف المرأة إلى حوالي صفر بالمئة اللي عم نواجهه الآن بالتحالف اللي أنا أعوض فيه ما هي النسبة اللي ممكن نعتبر من خلالها أن هذا المجتمع يتمتع بالمساواة في توظيف المرأة هل ممكن نحكي عن ثلاثين بالمئة هل ممكن نحكي عن عشرين بالمئة طالما إمكانية تحقيق نسبة واحد على واحد بمعنى خمسين بالمئة من التوظيف للنساء أعتقد بهذه المرحلة لا يمكن الوصول إليها نظرا لبعض التحفظات اللي ذكرتها شكرا شكرا نأخذ سؤال للسيدة تفضلي سأطرح السؤال باللغة الإنجليزية أعمل كمسؤولة في إحدى الشبكات وكان هناك كذلك سلسلة من المناقشات التي تختص بتوعية المرأة حول الريادة في مجال الأعمال والتغلب على العقبات سؤالي مطروح لأميرة هل يمكن أن نتحدث عن الجانب النفسي للتحديات التي تواجهها المرأة والتي يمكن أن تمنعها وتحول دون تبوأ مناصب الريادة وعندما نتحدث عن المبادرة التي تحدثت عنها شركة كوكاكولا هل هناك أي نوع من التدريب النفسي أو الدعم النفسي من أجل مساعدة المرأة شكرا جزيلا لك إذن الكثير من الأسئلة موجهة بالخصوص إلى معالي الوزيرة وسمو الأميرة هناك معالي الوزيرة ثقافات متجدرة هل القوانين قادرة على إلغاء إذن هذه الثقافات والتغلب عليها هناك سؤال كذلك عن القطاعات التي باتت حكر على الرجال فقط دونها من النساء شكرا سيدي فيما يتعلق بالتغلب على الثقافات والعادات أنا بالتأكيد القانون ليس هو النقطة الوحيدة أو العامل الوحيد الممكن من خلاله تغيير الثقافة لكن القانون هو قادر على وضع تغيير الوضع بشكل يمكن من التغلب ولعند التغلب على موضوع العادات فيما يتعلق بأن الفكرة الثقافة هي التي تحكمنا لا القانون هو الذي يحكمنا بغض النظر عن مدى تحقق سيادة القانون نحن كلنا نصب إلى سيادة القانون ودولة مؤسسات وبالتالي إذا لم يكن القانون في صالح في صالح نقطة معينة عندها إذن تتغلب العادة لكن من خلال القانون هذه العادات والمورثات يمكن التغلب عليها ويمكن من خلال حديثي تحدثت عن ما يتعلق بموضوع التخارج في الإرض اللي هو واحد من الآليات فبالتالي أؤكد أن القانون وحده لا يكفي لكن إن الله يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن وبالتالي لابد أولا من وضع النص القانوني ومن ثم إيجاد آليات من ضمنها موضوع الشراكة مع المؤسسات المختلفة حتى نخرج بحلول مبتكرة تلبي احتياجات المرأة قد لا تكون الحكومة أو المشرع قادر لوحده على أن يضع الآلية المناسبة لكن بالتداخلات التي ممكن أن تحصل من المجتمع المدني والحركات النسائية نصل إلى حلول تلبي احتياجات المرأة بشكل أفضل فيما يتعلق بموضوع ما يسمى بالسؤال حول النسبة التي يمكن اعتبارها أنها نسبة ملائمة للأخ من فلسطين نحن كلنا نعرف أنه في المجال السياسي ما يهم هو ما يسمى بالكتلة المؤثرة بمعنى 30% 30% ل33% في أي برلمان إذا كانت المرأة موجودة فيه بهذه النسبة عندها إذن تكون هذه الكتلة قادرة على التغيير فيما يتعلق بالعمل أنا أعتقد الموضوع مختلف بالتأكيد هناك أهمية لوجود الكوتا أو ما يسمى بالأفيرماتف حتى نتمكن من أن تصل المرأة حتى إلى مجالس الإدارة واختراق السقف الزجاجي لكن فيما يتعلق بقضايا العمل خصوصا نحن نتحدث عن قضايا لها علاقة بحقوق فردية وشخصية أنا أعتقد هي النسبة أنه هي القدرة على المرأة أن يكون لها الخيارات موجودة وقدرة على الاختيار والعمل أيضا لا يعني أن تلغي دورها كأم أو دورها كأمثى وبالتالي أنا أعتقد لازم نتحدث بهذا الموضوع من ناحية مرأة كمواطن لها حقوق وهذه أيضا عليها واجبات وبالتالي كيف أمكنها من الحصول على حقوقها شكرا شكرا لك معي الوزيرة تبقى خمس دقائق قبل ختام هذه الحلقة اسمو الأميرال ربما لديك تعقيب على ما جاء من مداخلات وأسئلة الإنجليزية لقد سألتم عن الجانب النفسي وهذا أمر هام للغاية ولكن للأسف الشديد في منطقتنا وجدنا أن هناك شيء موجود في مختلف الأماكن ولكنه ربما يغيب هنا ألا وهو وجود دوائر لتمكين المرأة سنجد أن هناك انتقاد سواء من البيئة المحيطة بك أو في المنزل أو في أي مكان تستمع إلى الانتقاد وما لم يكن هناك دائرة للدعم والمساندة ودائرة من هؤلاء الأشخاص الذين يؤمنون بما تقوم به لن تستطيع أن تحقق نجاحا لن تستطيع أن تواصل العمل وستواصل الاستماع إلى هذا النقط ولكن بشعور من تقدير الذات نتيجة لدائرة الدعم والمساعدة لقد عملت مع سيدتين وعملنا على إيجاد مبادرة للسيدات في أماكن القيادة وهناك عدد من النساء اللائي رأيتهن وحصلت على وحي وإلهام من خلالهن ولكن يجب أن يكون هناك الكثير من الدعم ولدينا السيدة لبنى وهي إحدى سيدات الأعمال الرائدات في المنطقة كل هذه النماذج والأمثلة التي يمكن أن نتحدث عنهن أمام الشبات من أجل كسر هذا الحاجز حتى يمكن أن نصل إلى مكان القيادة كل ذلك بمثابة وحي وإلهام ولذلك علينا أن نحتفل بنجاحنا علينا أن نثق في أنفسنا وعلينا أن نتطلع لنفس سيد 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 عماد بن موسى هناك تساؤلات الطريحات خاصة فيما يتعلق بمواكبة المرأة بعد دخولها إلى سوق العمل إلى دخولها إلى خاصة الشركات شكرا جزيلا على هذا السؤال أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نفهم أن هناك حالة في مجال الأعمال بالنسبة لتقوية المرأة إن هذا الوضع سيعود بالنفع على جميع الأطراف والنقطة التي ذكرتها سمو الأميرة والتي تتعلق بالتشبيك وإقامة شبكات مختلفة تعتبر أمر هامن ينبغي على المنظمات والهيئات أن تمكن المرأة من إقامة الشبكات فيما بينهن وفي حالة شركة كوكاكولا نحن على الأقل نأتي مرة في العام بالسيدات القائدات وفي العام الماضي كان لدينا ثلاثة فعاليات رئيسة في دبي بل أننا ندعو أصدقائنا في القطاع العام والقطاع الخاص من أجل إلهام هؤلاء النسوة وندعو هؤلاء ليس فقط من منطقة الشرق الأوسط ولكن من أماكن آخر وهذا شيء إلهام للغاية وكقاد علينا أن نظهر ذلك علينا أن نؤكد ما نؤمن به ونتبقه بحيث يمكن تجاوز هذه العقبات النفسية وأن نتخطاها ومن المهم أيضا على قادة المنظمات والهيئات سواء في القطاع العام أو القاس أن يظهر الأهمية هذا الأمر وقد أظهرت بعض الإحصاءات ونحن في شركة كوكاكولا نؤمن أن هذه هي الطريقة الوحيدة من أجل التقدم للأمام ليس لدينا من بديل آخر تمكين المرأة وجعل المرأة جزءا لا يتجزأ يتلس على نفس المائدة وفي نصبه سيد بن موسى ربما ختمها معك سيد خليد الحدير إذا كانت ربما لديك تعقيب على ما جاء في هذه المدخلات نعم في البداية نتحدث عن كسر هذه الحوايج في المملكة العربية السعودية نحن الآن ندرس بحيث تصبح السيدة متبوئة لمنصب المدير التنفيذي في عدد من المؤسسات ونحن أو القادة في المملكة العربية السعودية يروا أن هذا المنح يجب أن يأتي من القمة إلى القاعدة وكما ذكرت سمو الأميرة أميرة فكل ذلك يعد بمثابة قيمة مضافة للشبات التي عملنا في الجامعات ويدرسنا في الجامعات فهنا لا يعرفنا ما الذي ينتظر هنا وأعتقد أن كل ما ذكر يعتبر أمرا أساسيا بالنسبة لنا في المنطقة العربية وهناك بعض القنوات مثل قناة 24 استطاعت أن تستمع إلى هذه القصص وقصص النجاح وأيضا التشاطر فيما يتعلق بالمرأة في المملكة العربية السعودية وما تقوم به المملكة من أجل تقوية وتمكين المرأة سيد خالد الخدير معالي الوزيرة سمو الأميرة سيد عماد شكرا جميعا شكرا جزيلا لكم وشكرا لكم أنتم على حضوركم وعلى مشاركتنا في هذا النقاش شكرا جزيلا لكم أنا متأكد أن النقاش تبادل الأراء والخبرات سيتواصل خارج هذه القاعة وخلال هذا المؤتمر وربما حتى ما بعد ذلك شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا شكرا